يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها المشاهدون الكرام يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقد جاء القرآن الكريم إرشادا للناس في أمور دينهم ومعاشهم فهو دستور تمشي عليه الأمة لكي لا تضل ولا تزيغ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن ووصية منه سبحانه لمن كان في قلبه إيمان أن يعنى بطاعة ربه وأن يهتم لأمر نفسه وأهله فيخلص نفسه وأهله من النار وهذه من جملة الإرشادات الإلهية والتوجيهات الربانية إذ أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد والأسرة غالبا هي الزوج والزوجة والأولاد ذكورا وإناثا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قو أنفسكم وأهليكم نارا أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم وقال ابن عباس رضي الله عنه اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وقال ابن جرير الطبري رحمه الله المفسر المشهور في هذه الآية فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب فللأسرة دور كبير في رعاية الأولاد وفي تشكيل أخلاقهم وسلوكهم وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس كما يطلق عليه رحمه الله الصلاح من الله والأدب من الآباء الصلاح من الله والأدب من الآباء وما أجمل عبارة إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيين وكما قيل الرجال لا يولدون بل يصنعون وقد قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ويقول آخر إهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنكبات ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا ومن النماذج المشرقة في هذا الجانب أيها الأحبة في حرص الأمهات على صلاح أولادهم وتربيتهم فهذه أم سليم رضي الله تعالى عنها تدفع ولدها أنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال رضي الله عنها تطلب لولدها الكمال والترقي في الدرجات يقول أنس رضي الله عنه ذهبت بأمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خوي دمك أدعو الله له فدعا لي بكل خير أخرجه مسلم وهذه أم حذيفة رضي الله تعالى عنها ماذا كانت تصنع مع ولدها يقول حذيفة قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الأحبة إلى إرشاد هذه الأم إلى ولدها قالت له متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم أي متى رؤيتك إياه قال فقلت ما لي به منذ كذا وكذا قال فهمت بي أي أرادت أن تعاقبه قلت يا أمي دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لكي قال رضي الله عنه فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت حذيفة قال ما لك فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك هكذا كان حرص الأمهات على صلاح أولادهن بمصاحبة العلماء والأخيار وقد جاء عن عمر بن عبد العزيزي الخليفة الأموي الراشد أنه ذهب يتبوأ مقيلا للنوم فأتاه ابنه عبد الملك فقال له ما تريد أن تصنع يا أبتي فقال أي بني أريد أن أقيل فقال أتقيل ولا ترد المظالم إلى أهلها قال أي بني إني سهرت البارحة في أمر عمك فلان فإذا صليت الظهر رددت المظالم فقال يا أمير المؤمنين انظروا إلى هذه التربية الصالحة أيها الأحبة الكرام فقال هذا الإبن لأبيه يا أمير المؤمنين من أين لك أن تعيش إلى الظهر فقال أذن مني فدنا منه فقبل بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعينني على أمر ديني فخرج ولم يقل انظروا أحبتي إلى هذه النشأة الصالح جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ولهذا فالأب مسؤول عن رعيته مستأمن عليهم والأم كذلك مستأمنة في رعيتها وبيت زوجها ومسؤولة عنهم أمام الله تبارك وتعالى وكل مسؤول ومحاسب عن من استرعاه الله عليه فلا يحل الامرئ أن يقصر فيما استرعاه الله واستخلفه عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أخرجه النسائي وابن حبان إن الواجب على الراعي أن يأخذ لرعيته أسباب الهداية وطرق رقيهم في أمور حياتهم فإن قصر صار آثماً سيسأل عنهم يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وقد قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يقول قومي فأوتري يا عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأً قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تقم رش وجهها بالماء كما جاء في صحيح الترغيب وقد أثنى الله تبارك وتعالى في كتابه على نبي من أنبيائه لأنه كان يحث أهل بيته على الطاعات فقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا قام من الليل يصلي أيقظ أهله ومن في البيت وقال وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وفي معنى الآية قوله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وليس المراد أن يقول يا بني صل بل يأمره ويأخذ بيده وذلك ليكون تمرينًا لهم على الطاعة وتنشئةً لهم على العبادة فيبلغ الصبي حين يبلغ وهو مستمرٌ على العبادة والطاعة ومجانبٌ للمعصية وترك المنكر كما قاله ابن كثير في تفسيره أحبتي في الله ومن الأمور المهمة التي يجب أن يركز عليها الأبوان تجاه الأبناء أولاً الحرص على تعليمهم شروط وواجبات الدين وما يجب فعله وما لا يجب فعله كذلك يجب أن ينمي الأهل حب الله ورسوله في أطفالهم منذ الصغر ويجعلوهم يحبون الدين ويتعلقون به ويشعرونهم بعظمة الله تعالى ويخافون منه يجب أن يهتم الوالدان بأن يتعلم أولادهم كيفية عبادة الله بالشكل الصحيح ويجب أن يعلم الأبوان أنهم قدوة لأبنائهم فالابن يقلد أبويه في كل شيء يفعلانه ويتعلم منهم دوماً كما قال الشاعر أما تدري أباناً كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجاً ولكن يعلمه التدين أقربوه وقول الآخر إذا كان رب البيت للطبل ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقصو فيجب أن يحرص الآباء على تصرفاتهم والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء وأن يجتنب القول بالشيء وارتكاب خلافه فالوالدان إما قدوة حسنة أو قدوة سيئة لذلك يجب أن يبتعد الوالدان عن ارتكاب الأخطاء والسير في طريق الخير دائما كي يقلدهم أبناؤهم ويكونوا ناجحين وأيضاً عندما يكون الوالدان صالحين وعلى دين وخلق سوف يكون ذلك سبباً بإذن الله في حفظه لأبنائهم من كل شر فالعمل الصالح للآباء يكون سبباً في نجاح الأبناء وحفظهم من الأخطار كذلك الدعاء المستمر للأبناء بالخير يكون سبباً في رضى الله عنهم وسبباً لصلاحهم في الدنيا بإذن الله ولذا ينبغي أن يكثر الوالدان من الدعاء للأبناء لكي يحفظهم الله من كل شر ويهديهم دائماً إلى طريق الخير وينجيهم من أي مصيبة قد تحدث لهم أنت أخي الكريم كيف تعاملت مع أهلك على أي شيء ربيت أولادك على أي شيء أسست أخلاقهم ولمن بنيت انتماءهم على أي منهج أقمت بيتك بأي تعاليم أنشأت أسرتك ما الذي بذلته من التوجيهات في منزلك وما مدى تغييرك في أهلك وماذا وكيف وغيرها من الأسئلة التي يجب أن تسأل بها نفسك إن الأمر جسيم ومسؤولية أمام الله تبارك وتعالى وأختم بما بدأت به وهو قول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالذرية الصالحة وأن يعيننا على هذه المسؤولية العظيمة ويعيننا على تربية أولادنا وبناتنا وأن ننشئهم على النشأة الصالحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر